ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي لاني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا في ارشاليم لاجل اسم الرب يسوع الجزء ده لما جيه النبي اغابس وخد منطقة بولس الرسول وحصها على وسطه وقال الرجل اللي منطقة دي اليهود هي موتوه فالناس اللي عمع بولس الرسول خافوا عليه وقال لي ببولس الرسول ما تكملش خدمة وما تنزلش برشاليم فالهم تبكون وتكسرون قلبي لاني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا هحط جنب الاية دي هحط جنب الاية دي اية دي اية دي تحفظوها اذا قد تألم المسيح بالجسد فتسلحوا انتم ايضا بهذه النية يعني ايه تسلحوا انتم بهذه النية نية ايه نية انك تبقى واخد قرار مع نفسك تبقى مستعد تبقى جاهز انك تتألم من اجل المسيح جاهز الالم مستعد للألام يبقى عندك النية من الداخل انك فيه انتظار لهذه الألام بل فيه اشتياق لهذه الألام في انتظار بتلهف لو عندك المشاعر دي دي مش تخليك تزعل لما تتألم او تكتأب او تحزن انما تخليك تبحث عن الألم عارفين قصة الرهبة اللي قعد السبع سنين في البرية صلي ثوم تغرف انجلها واشبيتها وبعد السبع سين لما فأقت ودت ايه رب انت نسيتني ولا ايه لا فيه شوية ألام ولا احزان ولا ضيقات ولا حاجة خالص هو انا ضليت الصريق ولا ايه انا ماشي غلط ولا ايه احنا كتير بنبحث عن الفرح عن الراحة دينا والزوينا دي اللي معانا كتير بنبحث عن المجد لكن اقول لكم سر خطير جدا ان مفيش مجد من غير قلم بنبحث عن المجد غلط بنبحث عن الفرح بطريقة غلط عشان كده مش بنفرح دايما خايفين ودايما قلقانين ودايما مضطردين ايه استر في كده ان احنا بندور على حياة القمة بندور على ملكوت السماوات بندور على المجد بندور على الفرح بندور على السعادة بندور على السلام شوف العالم كله بدور على السلام يعني له مؤتمرات سلام مجتمعات سلام لكن هي هات ان انسان يصل الي السلام طريق المجد وطريق السلام يبدأ بالقلم ان كنا نتألم معه فايه فنتمجد معه أيضا إن في الآية دي بقى إن كلنا منتقلمش معه يبقى إيه منتمجدش معه يبقى طريق القمة وطريق المجد وطريق الفرح وطريق السعادة يبدأ منين بطريق الألم أنا عارف نبوه عليكم وكلكم جايين تسمعوا قصة برنابة لكن قصة برنابة إحنا مش عايزين نتكلم في برنابة كشخص ونفضل نتصعب أو نعني الرساء ده ميفيدناش إحنا عايزين نستفيد روحيا ونقول إن إزاي الولد ده إزاي الولد ده سعير اللي ماتوا عنده بالضبط 17 سنة و3 شهور و3 أيام إزاي وصل للقمة دي أنا كنت عارف إنه ولد كويس شمات حلو حفظ كل ألحان الكنيسة ويخدم بأمانة ويذاكب حلو جدا من أوائل سان مارك على طول متميز ومتفوق في الدراسة وفي الروحيات أرى كتاب المقدس أكثر من 20 مرة في 17 سنة كان بيسمي جدا بالكتب الروحية لو أي حد يسأله في أي سؤال في أي فرع يعني كأنه خريج إكلريكية في الطقس والعقيدة وطاريخ التنيسة وعنده مكتب تحوية كل كتب جايب كل كتب الإكلريكية أرها كلها فعلى السنة أولى إكلريكية وثانية إكلريكية وثالثة إكلريكية لكن كل دي معلومات لكن لمكنتش أعرفه عنه أنه وصل لمرحلة داخلية بينه بين ربنا كذا أنه يعرف يومني أحده ويحدد الساعة بتاعته ويشوف الجنازة بتاعته ويحدد القبض القصف اللي هيسلي على الجنازة قبلها بشهرين ثلاثة ويجهز نفصل كل الحاجات دي كلها ومش بس كده وأنه ما يخافش وأنه يرتب نفسه ويجهز نفسه ويقعد يكتب مذكرات طب الواحد ممكن يصلي والصلاة تصير منه يعني لكن دي يكتب صلوات يكتبها كتاباتاً وقبل ما يمشي بنص ساعة ويقول خلط يا جماعة أنا ماشي أعمله كذا وأنا هعمل كذا وأعمله كذا كذا دي الحاجات العجيبة بقى في الشخصية دي لعل تكون أول نقطة أكلمكم فيها برنابة لما وصل أول إعدادي كان بينام مع أخوه في أودا الوحدي وهم هما لتن مع بعض سلم مني يقع في أودا الوحدي إحنا كأي عائلة في منها يعني عشان واحد عايز يذاكر واحد عايز ينام عايز يصلي مش عايز حد يشوفه الأفضل يبقى في أودا الوحدي لكن في السن الصغير ده أول إعدادي يعني عامده 11 سنة ما كانش فيه سنة سفة ويطلب أودا الوحدي ومعجزة ربنا يضبال له أودا الوحدي أنا عاشت أن الأودا دي هيطلع منها تبقى ألاية ويطلع منها كل اللي حصل ده انفراد الوحدي في أودا الوحدي دي أنا فيمت منها بعد كده بعد ما نشي طبعا الأيام دي إن فعلا طريق ربنا هو طريق الوحدي إن مش ممكن أصل إلى أعماق الله وأصل للحالة الروحية اللي وصل لها برنابة إلا ما يكون فيه وحدة بيني وبين ربنا يكون فيه مكان لوحده تستني 11 سنة وكأن ربنا اللي بيقوله أنا عايز أتكلم معاك لوحدك يا برنابة عشان فيه ست سنين ثلاثة عداد ثلاثة سنوي أنا أجهزك فيهم عشان أعمل لك فيك قبل الفاقتك أو زي ما كتبنا في الكتاب بتاعه الآية اللي في سفر الحكمة بحرابع خطفه لكي لا يغير الشر عقله خطفه ودي كتبنا عنها أني المسيح قبل ما يسعد للسماء على طول خد السلاميذ وطلع بيهم على الجبل طلع بالسلاميذ على الجبل خد السلاميذ الناس اللي هم قدس أقدس للمسيح الجبل ده هو ارتفاع مرتفع عن الأرض ده قبل ما يسعد للسماء توره في آخر حتة آخر أيتين في إنجيل لو آخر إصحاح ألسعد للجبل ومع التلانيذ ورفع إيدي وبرك التلانيذ لست مصعدش للسماء اسمعوا اللي جاية دي وفيما هو يباركهم مين يكمل انفرد عنهم براو حتى تلانيذ المخصصين اللي هم حاجة سبيشياليست حاجة مخصصة بتوع المسيح التلاميذ اللي نختارهم يكرس ديهم العالم رح تابهم برنابا عمل كده حتى أبوه اللي هو أبونا اللي هو قدس للرب اللي بمثل التلاميذ انفرد عني وراح انفصل لوحده عارف يعمل علاقة ترسل علاقة شخصية بينه بالربنا جيت أسافر أمريكا في مؤتمر السنة اللي فات في شهر 11 شهر 11 السنة اللي فات 2004 فأرسني أخوك كبير أكبر منه بسنتين ما كانش عايزني أسافر كانت موجة السيارات اللي عمال تقع فخاف السيارة تقع بي سأل لي يا بابا ما استفرش وقعد عيش فهي تجمد قوي قلت له طب ليه اتكفت يقول لي خايف علي يعني قال لي اني أرسني هو اللي هيموت في شهر 11 قلت له طب وفد موت يا أرسني انا هعمل لك ايه قال لي ما تحضرش الجنازة بتاعة قلت له لا هيتصلوا لي واجي طب النبى بقى اللي تنيح ده رحمتك أخوه قال له يا أخي حد يقول لبابا هو متافى كده وانت عايز ايه من بابا فما تموت يا أخي انت خايف ده من الموت عايز بابا جنبك ليه وراح قال له العبارة دي يا ابني ده لما أنا آجي أموت هاقفل القوضة بتاعت على نفسي وما خليش حد يحضر خروج روحي من جسدي أبدا ونفذها ليه العبارة بالحرس الواشن ليلك ما جاه يمشي ساعة وحدة ونص بالليل أخوه قاعد معاه نص ساعة قال له تفضر يا أرساني برة كيف هي كده سنسبع على خير قال له بكرة الجمعة خليني عادين مع بعض قال له لا عندي حاجات مهمة عاوز عاملها قرسيني فهم ان عاوز يصلي قال له انت لسه ايه ما صلتش ايه في الصلوات قال له لسه نص الليل كلها ما صلتاش كان بيصلي كل المزانير كل يوم لسه نص الليل ما صلتاش قال له تبقى سيبك نص ساعة تصلي ونيجي نقعد مع بعض شوية قال له لا عندي حاجات اهم من الصلط قال له يا برنابا في حاجة اهم من الصلط قال له ايه يا أرساني واهم منك انت كمان ورح مغلوش في الكلام معاه وسلم عليه وتطفى على خير يا أرساني وطلع اخوه من رودة صباح ده نص بالليل انا دخلت اربعة لربع لقيت النور منور وقعد على اخترير عمال اتخيل لغاية دلوقتي يا ترى في الساعتين دولت من واحدة ونص وغاية اربعة لربع في الساعتين وربع تريبا او اذا كانت روحه خرجت قبلها بنص ساعة ولا حاجة قبل ما اخشله انا يبقى في الساعة ونص الساعتين دول ازاي الولد في السن ده شايف المسيح جاي ياخد روحه وقف يقوله وذا العريف قد اقبل فاستري يا نفسي وانظري ايه مشاعره في الساعة دي ايه احتيثه ايه افكاره ايه المرحلة اللي وصل لها يبقى عارف انها يموت ويقف القضاء على نفسه واحنا موجودين في القضاء اللي جنبه هيحقل لنا بس بعبارات مبهمة احنا ما نفهمناش بان حتة مبهمناش دي يعني كان امره اللي حصل ده غير متوقع ولا واحد في المليون يعني انا كنت فاكر نفسي ان انا ان انا بستعد للسماء بوعظ كتير في الجنازات وفي السوادر وفي الميتين باتكلم عن الموت كتير وباتكلم عن الحالة ابادية كتير بسوى النفس الابادية وانا نفسي مشتاق للابادية تعلم يعني الموت لا يخيفاني انا لكن ما كنتش فاكر ان يمكن يجي الابني قبل مني دي ما كنتش فاقعة خالق لم اتوقع هذه الحياة الابادية الا النفسي انا فربنا راح تهيبني الفكرة انا مشغول بي قالي لا انت لسه ما تبتش لما تبقى كويس وتبقى زي برنابة نبقى نفكر فيك فدخل برنابة لمرحلة انفراض مع ربنا يليه كاتب في مذكراته يا رب يسوع المسير لازم تيجي في هذه اللحظة المخوفة يعني يا برنابة انت عارس ان لحظة خروج الروح من الجسد لحظة مخيفة لحظة مرعبة طب عرفت ازاي هو انت موت قبل كده فعرفت ان دي حالة مخيفة هانقريت في الكتب يعني ومخك الصغير ده عارف يا سوعد ولا هو اكتشاف ربنا ليك ولا صوت ربنا ليك قال له يا رب يسوع المسيح لازم تكون معايا في هذه الساعة لإلا اخاف وتكون هذه الضربة القاضية ليا وبعدها بالشوية كاتب وانت يا ستة يا عذرة لازم تكوني موجودة معايا ومعاك ملايك كتير وقدسين كتير ده ايه ده مين اللي خد روحك يا برنابة انت كنت عارف ترشت اخوك من القوضة وقسلت الباب وعارف ان روحك عتطلع وهيستابعوها القدسين دول اي حالة دي وكتام مقدس كبير زي ده لقيته محطوط على صدره رجليه في الارض وقاعد على الصرير ودهره وراثه على الصرير ولبت النظارة بتاعته والانجيل محطوط على صدره ده تقريبا ما ماتش فاجأة يعني زي حد كان معاه في القوضة فعلا ومسنده يعني ونيمه بشويش وحطيه تحت راسه بغاية ما سنده التثمينة دي كده ورائحة غريبة جدا كانت في القوضة هي عتش هي حنوط هي خطور ناس كتير من الاباء الكهنة اللي كانوا موجودين والعيرة شم والريحة دي وكل واحد عبر بطريقته يعني ومفهوش ولا حاجة تقولي ان هو مات اما دخلت وفكر ان هو نايم حتى شخطي فيه بقول لك دي برناب يا حبيبي حد ينام النمى دي نتنامع بطير كوي وقال لي انت تهرك لغاية دلوقتي خفت اني لما يسمع صوتي يتململ فكر انه هو نايم فاخدت الانجيل كنفت طبعا ما قفلش الانجيل اشوفه بيه اعرف اخر حاجة في حياته ايه لكن ربنا ما سمحش قفلت الانجيل وحتيته على المخدة بشيل المبارة من وشه تعجدت ملاقيتش اي اثار فيش اي تركشن على عضلات وشه كده يعني قلت ايه دا دانين بعمق كده والتفكير من نم وعمق قلت لا دا مش نم وعمق دي غيبوبة حطي دا عليه اهز برنابق قلت لا دا ما فيش حركة خالص قلت واني قلت مع حاجة ما سمعتش حاجة مسك النبض ما فيش نبض عارفت ان هو مش يعني قلت ايه مقفولة وضقه مقفول ولا حاجة خلط ولا اي اثار وجات مجموعة دا كثرة كبيرة جدا يكتشه في ايه لغاية دلوقتي مش عارفين سبب الوفاء ايه موتة مليانة اسرار مليانة غموط مليانة عجب فعجب يعني عادت معا نصف ساعة ودي معجزة طبعا اني كان الوضع الطبيعي اني لما شوف المنظر دا وانا ايه من نم اربعة لربع ومش نايم كويس كان مفود قلب يقب جنبه يعني او مخ يروح مني حاجة من الاتنين يعني معرفش ربنا ايزاني نعمة ازاي وخطف حضني وعطى اعتبه شوية وعطب ربنا شوية وعطى اقول له اسمه كنا بنصليها زمان اسم سابون ابراهيم اللي بينوح فيها لما ربنا قال له روح ادب حسحاء عطى اقول له طب اقول لامك ازاي برنابة بقى بلغها الخبر دا ازاي واقول له اخوكي الوحيد الخبر دا ازاي وعمل ازاي معقولة هو دا الموت قعدت افكار طبعا لكن هذه الموتة شعرت بقوة الهية جبارة تسنبني بعد ساعتين بعد ما النص عرفت وكله عرف انا سبته وروحت صليت الاذات باي اعصاب باي فكر انا مش عارف كنت وافع المسلح عنها مغمضة وصلت الاذات واسناولت ورجعت دي 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 مش حاجة حلوة فيه انا دي قوة الهية الظهر الهدي سيني اللي كانوا حواليه لما جم خدوا روحه كان تأثيرهم لسه موجود عليها لناس اي مذكرة يقول فيها كلام انا مقرسش فكوتي يقول يا رب انا عشت فترة في الارض هي فترة تمهيدية لحياتي الابدية فترة تمهيدية لحياتي الابدية خد يفكر معيه في العبارة دي يعني هو ده الحياة الابدية هو موجود في الارض احنا بنقول حتى دي في ثلاثة الساعة التالتة بنقول له اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا كأننا قيام في السماء يعني بندوق السماء وإحنا موجودين في الارض لكن ده ده الحياة الابدية واعتبر حياته السبعتاشر سنة هما الحياة من السبعتاشر سنة دول من السبعتاشر سنة مثلا كان سايح او السبعتاشر سنة مرسوم ابونا ولا راهب ده عمره كله فيهم ثلاثة اربع سنين بيرضع يعني ثلاثة اربع سنين بكر في حاجة ها؟ دول كم سنة اللي عاشهم مع ربي؟ مش في البرية ولا حاجة رب عرضي يقول هذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت يا الله معرفة ربنا هي الحياة الابدية يقول حتى العارف بالنبا يوصل لها يوصل لها ان ينفرد بربنا يعيش مع ربنا بمفرده ما يعتمدش على حد ابدا ابدا لما جي اخر يوم كلام ده اتواصفة يوم الجمعة واحد سبعة الصور يوم الخميس ثلاثين ستة راح الكنيسة قعد من الساعة اربعة للساعة اتناشر ونص بالليل تراتوا عمل ليه في الكنيسة؟ سلمهم كل المهام بتاعت الخدمة اللي كان ما سكتها كشاكيل والقراطات والدروسة كان ما سكها سلم كل حاكي خدامي بتعجبه حاول يدوله انشطة الصيف عشان كان بيحفظ ارحان للمسابقات والمهرجانات اللي انت عارسينها بتاعت الصيف رفض اخذ اي نشاط لكن الدكتور هاني وديع اميني الخدمة بتاعهم قال لي انه كنت هشتكيلك منه يا ابونا لان رفض ياخد اي صغر قال له تعاب النبي هنا انت رفض ليه ايه سبب قال له الصيف ده انا راح اتفصح قال له طب اتفصح يوم اجنوين قال له لا هتفصح كل الصيف قال له انت بتهرج طب وبابا هيتبي الكنيسة بتاعته يتفصح معك ولا اخوك هيتبي ما اخوك واش تخدمة معانا قال له لا انا هتفصح فصحة لا يقدر اخويا ولا بابا ولا ماما يروحوها وبقول له اخوك كان بيتكلم معك ايه في النص ساعة في 10 وقت في حياة اتكلم فيه مع اخوك كان بيكلمه يقول له يا ارسيني احنا كل صيف حياتنا الروحية بتقل بنندمج في المتبقات والعلاقة مع الناس لكن مستوية الروحي في ايام الدراسة بيكون اعلى من مستوية الروحي في ايام الصيف عشان كده استفدأ يا ارسيني انا مش هضيع منه ولا ساعة واحدة الا وانا اكون جنب ربنا اخوه ما فينش الكلام ده معناه ايه الخدام بيقلولي في كنيسة نارجرجس وامبان تونيس ومحرن في الكنيسة اللي بيخدم فيها قالولي لاول مرة يوم الخنيس ده كان عندهم اتناع الخدمة بتاعتهم اتناع الخدام لاول مرة يوافق ان يقود اجتماع الصلاة كانش يردى ابدا يقود اجتماع الصلاة لانا وقف متك الميكروفون قالب شي سنانا صلاة الغروب جيت الخدام دول اللي يقولي صلى بطريقة رجت القوضة اللي احنا فيها واللي قولي صلى بطريقة خلى شعراتي وقف وجاء عندي الحصة اللي يقوله عنده مفارقة نفسي من جسدي احذري عندي قاله قالها الطريقة خلنا تردين كلنا اللي بكى والعيت والليل قالوا مالك برنابة فيه ايه؟ قال له ما فيش حاجة انا بصلي هو مش حاجة بحاجة خالفة لغاية اخر خدم وصله عند البيت الساعة 12 ونص بالليل قال له اشوفك بكرة الساعة كذا يا برنابة الساعة 2 عشان نعمل كذا كذا قاله لا انا بكرة هغير جو وطلع من عند الولاد جيه كنت انا جيت قبل منه بعشر دايل قعد في القوضة بتاعتي انا شفت وشه رأيت وشه غريب شوية لكن مفهمتش حاجة ولأول مرة تفلع من بقي عبارة ايه بلده انت حلوث يعني كده قال لي ولسه يا بابا جيت قال مني قال لي خدني في حضنك خمس دقايق تعجبت قوي تعال يا حبيبي لأ ام واعدة على كرسي قال لها خديني في حضنك يا ماما شفوا بيودع ازاي؟ واحنا مش فهمين ودع الكنيسة وسلم على القدام واحد واحد شيك هند والأول مرة يعمل كده قعد على رجلين امه هو جفته مليان فامو خدته في حضنه كده فأيديها ما قتلتش قالت لشوف يا بالنبا حضني مش مكفيك ازاي؟ انت كبرت فاحما خبت على ادريه قال لها ايوى حضنك مش مكفيني يبقى دور على ايه؟ على حضنه اكبر لليه كاتف المذكرة خديني يا ست يا عذرة في حضنك الكبير يكتبها بعد ما دخل قطه وانفرق قطه اول ما قاعد معي راح نطلع على المحفظة بتاعته كان محوز سبعمية دينية في خلال السنتين بتوع السنوية العامة ثانية وثالثة دور وقال لي يا بابا دول ندر الكنيسة الجديدة اللي تميها الملك رفايل في غاية العامات فاخو قال له ما تخلي يبني الندر ده لعب النتيجة لسه النتيجة ما طلعتش الكلام ده كان ثاني يوم الامتحان خلص الامتحانات 29 ستة والكلام ده 36 بالليل وهو اتنيح تاجر الجمعة بصور وصله خلص ياب انها بتخلي الفلوس الندر بتاعك لما تطلع النتيجة قال لي يا بابا مفيش وقت للنتيجة وانا عارف النتيجة بتاعتي انا هجيه من 100% فاخو قال له تبقور 99% قال لي لا هجيه من 205 من 205 وفعلا صلعت بضيجة خنة ثلثة سنوي وجاء من 205 من 205 وقدموه له على متر وجاء ترشيحه في كلتة الاسكندرية بالحرف الحاجات اللي قالها جابعة لا اول مرة جيه 100% ما قالش قبل كده كان بيجيه 99% 98% ونص كده لكن شاف النتيجة بتاعته ليلي اتمشيوا من الارض كان قبل كده حدد كان بالنسبة ان هو عليجي عيد ميلاده في 26 ثلاثة والبابا هتجيب لي هدية ايه ماما تجيبي لي هدية ايه ويطالد بالهدايا من العيلة يعني السنة دي اللي بيتساعد فيها جاي الميلاده رفض بشدة رفض اي هدايا تجيله ورفض نميله حفلة عيد ميلاده قال لا احنا عللناها وقلنا عشان في السنوية عامة بيذاكر مش عايش ضيع وقت طب يا بنابا نجيبه طرطية صغيرة طب نعمله حق قال لي يا بابا لو سمحت انا مش عاوض حاجة خالد ولا اي حفلة لي يا بنابا قال لي بالنقطة كده عشان الانبا متاقض هيجي بعد الامتحانات خدوا بالكم مش بعد النتيجة قال بعد الامتحانات ويعملي حفلة كبيرة قوي وفعلا ييجي الانبا متاقض يصلي الجنازة في جنازة مهيبة جدا في كنستر مراسية وبعد الامتحانات مش بعد النتيجة بس يا ربي يعني انت شايف عارف الاسقف اللي هيجي مع الامتحانات يكونوا ييجي الجنازة هي حاجة غريبة شوية للمفهم قد يجينا حد من البحيرة حد من دير مارينينا نيافة امبا كرولوس المتعودين يجوي جاملوا الاباء بتوع اسكندري يعني كان الاول مرة امبا متاقض يجي سلي جنازة لكن تحت الاخبطة في الموعيد امبا كرولوس ما كانش عنده خبر جلب بعد كده الاباء بهم كلهم بعد كده لكن ما سمهم متأخر ان الجنازة على ما وصل الخبر كانت ساعة 9 عشر الصور في مجمعة وحنا صلينا الساعة 12 فشايف الحفلة بتاعه وشايف الجنازة وشايف القب القصص اللي هيصل للجنازة الكلام ده من 26 ثلاثة نلاقيه نجهز محظ مسجل قدار غرغوري حاجات الكاهن ايها الكائن وايه اغادي وقدوس كدوس مسجلها على الكمبيوتر بتاعه ونسحة التاريخ تعارفين بيسجل على كل موتر الشاشة بتسجل التاريخ على طول من شو المكتب التاريخ تاريخ امسا واحد سبعة سنة 2004 فهو يتنيح واحد سبعة 2005 ومن تحليل الحياة بتاعته عرفت ان هو من واحد سبعة 2004 كان صهران طول الليل وبيتتعد طول السنة دي بغاية ما يفضل واحد سبعة 2005 شاولينا على اليوم ده كتير جدا بقى جات نتيجة المحبة النتيجة بتاعها كل السنة تيجي في عناية رجيل جات امه تفتح النتيجة لا ماما متفتحيش النتيجة ليه بالنار؟ قال لها متفتحهاش دلوقتي تبافتحها امسا؟ قال لها افتحه يوم تلاتين ستة احنا استعجبنا كان دايما في الشهرين الاخرين بيحبث نفسه في المذاكرة في البيت مفيش مدرسة ومفيش نزول بيذكر في الوضع دي شوية في الصالون شوية في النوم شوية في الصلع شوية كده جدا زي اي كل الولاد فكان هو رايح هو جاي يحط ايده على رات مامته قال لها تعالى مباركك قاسب النبا ايدك سيجيل علي بلاش نزار بالتريقة دي قال لها معلش يا ماما اسمحيلي اهذر معاك وحط ايده على راتك لغاية تلاتين ستة واوعدك بعد تلاتين ستة انا مش هحط ايده على راتك خالص يتين وبعدين معاه قول بابا انا عمر قصير انا خلاص ماشي العبارة بيقالها كتير لمامته ولينا واصحابه لما جي في اخر ليه لابا يطلع على الثلوث قلت له برنابة مفروض تنزل تجيب لك امستين الصيفي عشان انت مجدتش رفض في ايدي الايامة كان كل عيد فيني لغاية نمشي جابني دي امشي تروح فيه قال يا بابا رفض كل مقتنات العالم جي في اخر يوم قلت له اتعشق قال لا خلط انا هعمل رجيم لما ضغطت عليه امه رح واخد تفحية دي اللي بيأكلها قال خلط التفحية دي مباد مش هاكل غيرها احنا في انا مش هاكل غيرها دي رفض اللبس رفض السنوس رفض الاكل رفض كل مباهج الحياة يوم الاربع كان اخر يوم في الامتحان يوم 29 ستة فراح مع اصحابه محل كرفور ده كان ثوم الرزر كلهم صايمين صاحبه من الكنيسة يعني ثمن تنفروا هو فظهر كان فيه فيلم خلو يعني ما فيهش حاجة وحشة فيه سينما هناك تقريبا فاصحابه الروح ما انفرش السينما قال لهم انا مش فعل سينما قالوا ما تبقى الشاذ خليك معانا وقال لهم مش هنخرج معاك في السيف كله تاني وهم اختلف معهم وهم الثمانية دخلوا السينما وهو خد تكس وجعل بيه وجد اميره تعبه قال لي بابا انا غلط قلت له لقى حبيبي انت مغلطش انت استرارت كوي احنا عمرين ما دخلنا السينما قال لي طب هم اتعلانين قلت له تبقى الصلاحهم بالتليفون او قابلهم في الكنيسة وراضيهم مش هيتعلوا منك ما تقال لهم مخصوص يوم الاربع بدين الكنيسة واللي ما جاش كلمه في التليفون وسلم عليهم كلهم الانسان اللي عايش مع ربنا في بريد ضمير الحساس ده ما يستهنش بجرح مشاعر الاخرين ضمير حساس جدا بالنبا مساف بالحسة دي في امتحان الكينيا راجع من لجنة لقيت وراح حاطت جيته في جيب الرب بتاعي جلا بيالي لبتها دي وراح نطلع على الطريق ده وجابهولي ايه بالنبا قال لي دي نحل بصرع قلت له ايه قال لي عملت جريمة قلت له عملت ايه قال لي غشيت قلت له ازاي معقولة قال لي ما كنت قعد لغاية اخر اللجنة والمدارسين في اخر اللجنة في الامتحان فوته شوية ففيه ولد بيكلم ولد فكلمة جات سودني فحبيت اتعكس ففتحت الورقة بتاعتي بس انا كتبتها صح يا بابا ما غيرتش حاجة في الورقة قلت له لا مثلا كده ما غشيتش قال لي ما لو كانت غلط كنت هتلحها فبقى دي خطية كبيرة دي نحل عليها طبعا جات خمسين من خمسين في الكاميار والمرق في كل المواد هذا الانسان اللي عايش بالحساسية دي نظيم روم السامح ويسمي الخطية الصغيرة جدا بيغش كن زملاته بيعملوا حاجة مش مصبوطة هو ماشي صح لكن يهمه زعله اكتسب الحتة دي ازاي دي بياخدها الانسان من كثرة ما عشته مع ربنا ان قلب الانسان ده حساس جدا والقلب ده عامل زي المخزن اللي احنا بنخزن فيه اللي بيتلع منه العين بيتطلع لي في القلب واللسان بيطلع في القلب زي بيسمي احد القدسين قال اللسان ده المغرفة بتاعة القلب والعين دي المغرفة بتاعة القلب لشان كده المسيح قال الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح بيخرج ايه يخرج الصلاح تلاقي شاب راح الدير يمكن ما كانش عنده معلومات خالق يقعد في القلاية بتاعته يقرى الانجيل يقرى الانجيل يقرى كتير يقرى كتير يعبي في قلبه يقرى كتير يخرج من جوه ايه جدر وعطقاء بيطلع جواهر بيطلع كلام صالح بيطلع كلام مليان قداسة مليان نعمة بين عش النعمة دي وعش القداسة دي الانسان اللي بياخد من ربنا ويعبي لو انت معك حصالح بتحط فيها جنهات لما تفتحها تلاقي فيها ايه جنهات بتحط فيها دولارات بتفتحها تلاقي فيها ايه دولارات اللي انت بتعبيه تيجي تلاقيه فالانسان اللي عارف يعبي حاجة جوه منه. لن يجي يطلع من يقلق بيطلع ايه? طلع الحاجات الخلوة دي. لقينا برنابا وصل لمرحلة مع ربنا ان يتكلم معاه ويقول له احنا متورنها في الكتاب بخط في ايه دو. يقول له تكون معايا في ساعة موتي. وكلنا حصينا ان شعر ربنا استجاب له. هذا الانتقال اللي بطريقة عجيبة جدا. اللي مليانا سلام عجيب. سلام عجيب. كيف نحتمل الموقف ده? انا كتبت له في الكتاب وقلت له كيف احتملت يا برنابا هذا المجد وهذا الفرح. احتمال الالم اسهل بكتير من احتمال المجد. احتمال الالم. انسان يتحمل الام. كتير بيتحملوا الام لكن يتحملوش المجد. كان عايش فعلا ايشة? تتواضع واحنا كنا فاكرين ده مش تواضع. اول حقيقة انا كد فاكر نفسي ان انا متواضع لما قرنت نفسي دي. بقيت نفسي انا بعيد كل البعد عن كل الفضيل اللي عاشها بالحقيقة. عاشها بالحقيقة. مرة قعد معهم وبعد العاشة كده جابوا التفاح البادي كان طالع جديد. فحبت اعمل اختبال ليهم يعني. بقول لهم افد يا برنابا انت رحتوا مكاني انت واتحابك وحطوا طبقة تفاح. وفي تفاحة كبيرة حلوة. في تفاحة وحشة. في تفاحة مع الطبا كده. تفاحة صغيرة. تاخد اني واحدة فيهم برنابا. مين عارف جو. مع الطبا. الوحشة. الصغيرة. فبرنابا قال ايه? قال لي يا بابا. انا سيفهم كلهم يختاروا. واللي دقى في الاخر قالت. التفاحة المرفوضة هي اللي انا اخد. اللي ما حدش هدي اخد. انا مكنتش عارف الاجابة دي. الانسان اللي بيعيش مع ربنا. بالحقيقة بامانة. باخلاص. احنا ممكن كلنا نكون بنصلي. وكلنا بنصوم. كلنا بنقرأ الانجيل. لكن كان واحد فينا بيتلامس مع ربنا فعلا. فاكرين قصة المرأة نزفت الدم. اللي راحت تمس هد بسوب المسيح. تخيل كده ازاي الست دي ايديها لمست ديل الجلبية بتاعة المسيح. دي اكيد تحفت على بطنها. وبين رجلين الناس والناس عملت فعطها والدس عليها. ومتت ايديها بين رجلين الناس ولمست. خد بتوب المسيح. المسيح قال مين لمسني? تقول مين زحف عليه? قال يا رب انت متفعص وسط الناس. الجموع تتزاحم عليك. وانت تقول مين لمسني? قال لهم لا. سبوكم من الجموع دورك. مين لمسني? عشان فيه قوة خرجت مني. مين فين اختبر القوة دي? بالنبا كان نعايش في القوة دي. قوة اللي هي مخيطة دي. خلته هو ولد صغير اللي بيفرح بالفلوس دي يرمي الفلوس. الولد الصغير السبعتاشر سنة اللي تعز سن المراهقة ده اللي يفرح باللبس ويتمانجي به كده ويتظاهر بيه يعني خلته يرفض اللبس. وحاولنا حتى نشربه قباسة من الصبحة في الامتحانات في السوم الرسل? قال معقولة. معقولة? لما جي في اخر يوم في الامتحانات عشان يعمل لي سمويس قال انا اخش كلية صيدلة. فجي قال لي في اخر يوم قال لي يا بابا ايه رايك? انا عارف انها هجيل مجموع كبير. لو انا دخلت يسيب ربنا يزعل مني? ويزعل منك ليه? قال لي علشان كنت اقيلها فش صيدان? قلت له لأ ربنا ما يزعلش. قال لي طب اعمل ايه? عشان اكتشف ارادة ربنا. قلت له تعمل ثلاث حاجات. تصلي الربنا من قلبك? قال لي هي دي موجودة. قلت له تفكر بعقلك? قال لي بفكر. قلت له تاخد رأيي الناس اللي عندهم خبرة. اتا شوات اطباء شوات صيدلة. انه احبت في الوقت ده وفي العصر ده وعلى ما اتخرج وكده. وجمع الافقاد وكده ربنا هيتكلم على لسانك. تعرفوا قال لي ايه? قال لي تبص يا بابا. انا مختبرك في حاجات كتير قبل كده. صليلي انت وفكر لي انت. والله تقول لي عليه. انا همشي. نلاقيه كاتل في المذاكرة بتاعته? تاعدني يا ربي يسوع المسيح ان احصل على مجموع كبير يفرح بيه بابا ويفرح بيه ماما. اما انا فلدته محتاج له. وفي الاعدة لما قلت له طب اقول لك حل حلوة يا بنابة. خش تب واتجوز واحدة صيدة لانية. يبقى انت مسكت العصيم من النصر. قال لي ياه. لسه هنتجوز. يا بابا دي الابدية قربت قوي قوي. المضمين هيترهبن. قال هالسناهد. انا تعجبت عليه. الانسان اللي بيعيش بفكره في السماء. مشاعره بترتفع. انا كنت ازعلنت الاول على فكره. يعني يوم الجنازة انا قوي. وعكبت ربنا. بس كنت وثق ان ربنا بيعمل الخير. لان يوثق ربنا بيحبنا يعني. وثق جدا. لكن كأب جسدي طبعا تأثرت. صدقوني لما فكرت بعد يومين ثلاثة او اسبوع مثلا. قلت يا انا كتب ربيهم لأولادي يعني. انا عايز امن الارض يعني. فمس في الدخل طب وخلص الدكتورة. وبقى وستاذ في الجامعة وبعدين. كان ممكن ازيع مثلا. حتى لو مضعش. طب ما كده اختصر الصديق. وراحت احسن حاجة يربي اولاده. ويستمر عين دخلوا السماء. وبدأ ربنا يديني فرح. فرح. وديني تعذية. وذكرت قصة قريفة زمان. شعة الست اللي في استراليا وكان عندها بيتين. بيت ناتت في حافة. وبنت اتجوزت راحة امريكا. وهي واخدها مركب من استراليا وراحها امريكا. عشان تزور بنتها اللي في امريكا متجوزون. فالبحر هاج والمركب كانت هتغرق. كل الناس خافت وهي اعظم اتصمي. واتنش خايفة يسهم اخاف لي. اذا المركب وطرت بالسلام حباية عندي بتي اللي في امريكا. وزا المركب غرقت حباية عندي بتي اللي موجودة في السماء. ومن الناحية العملية. بقيت دلوقتي انا قلبي متطمن على برنابا. مش مشغول عليه. محطوط في حضن المسيح. وانا بقيت مش مشغول عليه. الوقت اللي قاعد لسه معي في الارض. اهو دينا مشغولين عليه. يا ترى كال يا ترى مكالسي. يا ترى راح. يا ترى مجالسي. يا ترى زاكر. يا ترى مزاكرسي. فلما يكون هدفنا في السماء. بالنبى عارف يوطل جدوء الابدية. هو موجود في السماء. فاشتاء للسماء. لان بالنبى ناتش بس عامه. لنبين بيحبه اكيد. ولد بالحلاوة دي نحبوه سيه ربنا. اسمع اقول نحبوه سيه ربنا. يحب. فمحبة ربنا دي. ربيني بحبنا كلنا. لكن فين القلب اللي اللي عنده. اللي يستقبل محبة ربنا دي. ويدقها. ويتلسس بيها. لما ندق محبة ربنا دي محبة دي ترفعنا ترفعنا ترفعنا. طول ما احنا بنرتفع العالم ده كله. كأنه عمال يقل لي يقل لي يقل. فيكو حد ركب طيارة معظمكم. لو بصيت في الطيارة وانت في المطار كده. شوف بحجم الناس صراحة بتاعت. كل ما ترى تطلع شوية. تلقي العمارة الكبيرة عمال ايه? كأنها عمال تزغر. هي مش بتزغر. تزغر في نظرنا. لان احنا لبنفلع. كده الحياة الروحية. كل ما نطلع في مشاعرنا واحاسسنا مع ربنا فوق. نبص لدنيا دي نشعر بتفاهتها. ونشعر بهيافتها. وفي نفس الوقت لما نسمو نقترن من السماء. منظر ربنا رائح جدا. ما خلاش بالنبي يخاف. ولا قلولي ازاي يعني. ده ده احنا الكبار لو واحد مثلا داخل قوضة عمليات. يفضل مزج في ايد مراته ومزج في ايد جزء واد عيالها وصلولي وداخل قوضة عمليات. في احتمال ان هو يعني يتافل السماء يعني. عراضي وضبار. طب ازاي الولد الصغير اللي بداخل القوضة وعارف انه يموت وقف الباب القوضة. ومستني اليدسين والمسيح والعضب اللي ميجي ياخد الروح. ايه المشاعر دي? مشاعر الفرح. والمجد بتفوق مشاعر الانا ومشاعر الخوف. الفرح بالمسيح يضيع مننا الخوف. ده اللي كان بيحصل مع الشهداء. ازاي القديس ابا نوب يروح للولد ويقول له انا مسيح ويستفزه. عشان يقتله. مشاعر الفرح بالمسيح بتددد مننا الخوف. الخوف اللي بقى مرض في عطرنا دلوقت. كل الناس خايفة. كل الناس القانة. كل الناس مرعوبة. خايف ليه? مرعوب ليه? وانت ممسوك في ايد قوية جدا. حياتك مش في ايد الظروف. ولا في ايد الناس. حياتك في ايد ربنا نفسك. في ايد ربنا نفسك. وربنا بيحبك. وكل اللي يعمل ربنا معانا بيعملوا للخير. حتى لو احنا سمينا المدة مصيبة. او مصيبة ان انا مشوفش ابني بالجسد تاني. لكن مش صح ان انا عايش على نستوى الجسد. ابعايد اشوفه بالجسد. كما الجسد ده هيافنا هيافنا. وانا جسد هيافنا هيافنا. اذا لما نرتقي ونعيش. لما سيدنا البابا اتصل بي وعزاني وانا كنت لسه منفعل. قال لي انت زي ابونا ابراهيم. صلت له سيدنا ابونا ابراهيم ربنا اداله فرصة يودعي. يعني اكيد هو ايو اخده رايح بيه على المسبح عشان يتبحه. اكيد فضل يبس فيه ويحضنه وقول له يبني معلش. في سره حتى على يبني انا هتبحك وكده. قلت لك الرب الله سيدنا ما خلنيش انا ودعه. زربه ما الصفه ملقتهش. وسايفه في كامل فخص. عمري بالنبا ده ما خده الشامع عمره معي. حتى مش فاكرين عادنا متذكر كون اخد دور برد ولا حاجة خدش ادوار خاصة. ولا السعية السبعتاشة سانة لاحقش ريعي ولا ايه. وكون في جسمه اي حاجة خاصة. وكانت نفسيته حلوة جدا. وعقله كان مستنير جدا. وجال مية في المية يعني كان بيزاكر ويحل حلو قوي قوي. كان بينام كويس وياكل كويس ويمشي كويس. فكر كويس. فش ولا حاجة تقول ان ده رايح للموت. لكن هل هو اشتهى كده وصلى من ربنا كده? صلى من ربنا كده. ومذكراته كاتب ان بي اشتاء. كاتب ايه? عبارة حلوة ايه انا مستورنا في الكتاب بتاعه ايه. يقول يا رب وانا اكتشفت ان هذه الارض ملهاش لازمة. بالبلد ايه كده كتبها? هذه الارض ملهاش لازمة. فمن فضلك سهل لي الطريق لكي اكون انا جنبك وانت جنبي على طول. بيشتهي يكون جنب ربنا وربنا جنبه على طول. بيشتهي. زي ما بقول التراصيل بيشتهاء ان انا انطلق واكون مع المسيح. لان ذاك افضل جدا. لذلك كانت جناس جنازة مهبة جدا. انا مستغرق. ايه اللي بيحتي? هلاقي تلو في ناس على مستوى العالم كله. فصل بيه اباء من امريكا مولستراليوم اوروبا. قولي احنا عندنا جنازة في كل دي. العالم كله سمع بعيد بينتخر. ايه يعني عايد بينتخر? مش علشان ابنة ابونا. لا 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 لا. لانا لو كنت مدت جنازتي مكنش هتبقى كده. لاني انا حسيت بفرع جدير قوي قوي. بيني وبين برنابا. بسة بديوا. وغاليا مش عارف اوصل ووصلوا بالنابا وانا موجود في الارض. لكن ده نوع من تكريم ربنا ليه. اكرم الذين يكلمونني. اكرم الذين يكرمونني. فالانسان اللي بيعرف يسمو بمشاعره احسيسه مع ربنا واكتشف محبة ربنا ليه ده ما يخافش. ودي خدوها خدوها علامة. لما تضطرب وتنزعج وتنزعج. وتخاف. دور على قلبك. قوسي ايه. انا اختبرت الحياة تذيب. اختبرت تفسير جديد للآية كلكم حفظينها. وانا كنت بفصرها غلط. الاية اللي بتقول عند كثرة همومي في داخلي حفظينها. تعزياتك ايه? انا كنت بفصرها ازاي? بقول عند كثرة همومي في داخلي. لما يكون داخلي يتملى هم ومشاكل واحزان. امتيجي تعزيات ربنا تعمل ايه? تولزز نفسي. حد فهم غير كده? اكتشفت الاستفتيت ده الاية دي غلط. الاية تفسر ازاي في تجربة برنابة? عند كثرة همومي بس. ونقف. الاقي في داخلي تعزيات ربنا تولزز نفسي. يعني ميه اللي جاه الاول? الهموم ولا تعزيات ربنا? تعزيات ربنا. عشان كده بقول لك ارجع لي اقول ان ايه بقى? ان كان المسيح قد تألم بالجسد فتسلحه انتم بهذه النية. ان يكون عندك الاستعداد الاول لتقبل الالام. ليه انا انزعكت? بقول لك اعدتي ومن ثلاثة ولا اطبوع زعلان على برنابة. ومر النفس. مش بشبه عليكم يعني. وبكيت طبعا. وانا من النوع اللي عمري ما حد شاف دموعي. شافوها في الاطباضة. ليه? انه كدش متوقف. كانش عندي النية ان ابني هو اللي يموت. كان عندي نية انا اللي يموت انا اللي بستعد ان انا اموت. انا صلواتي كله ادوثاتي بجاهز نفسي للساعة دي. ما انا امشي. لكن ما كانش عندي استعداد ان ابني هو اللي يموت. كانش عندي استعداد لمشكلة لتجربة من النوع ده. طبعا تجربة موت الابن اقصى تجربة يمر بيها انسان على باقي الارض. غير موت الاب وغير موت الام وغير موت الاخ وغير موت الزوجة وموت غير الزوجة غير موت الاخ وموت الاخ وموت الاخ. طبعا كلها تجرب صعبة يعني واحد ام تمدي حاجة كبيرة واحد آآ زوجة وتتوفى دي حاجة كبيرة واحد زوجها يتوفى دي حاجة تجربة كبيرة جدا لكن غير تجربة تموت الابن خالص يمكن فهمت عشان كده لما ربنا بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه اعتاري ابنه اغلى من نفسه كان عندي اسهالي ابزل واي ابجة دي كده يعني ممكن تبزل ذاتك لكن ما تبزلش ايه المتال يقول ان جالك الغرق حط ابنك تحت رجليك ده ماتال غلط من انت بيش قال ايه نحو باد ربنا لأ لو جال الغرق انا ارفع ابني انا جيه وانا اموت اي ابو يحب المسيح دي ما يكون عنده المشاعر دي فاذا كان غلو الابنة كده عشان كده ربنا قالها كده احب الله العالم حتى بذل ابنه الورفين وعشان كده قيل عن ابو ابراهيم ان هو بطل الايمان تكمل التعذيب سيدنا لما قلت له ان ربنا ادى ابو ابراهيم فورت يوضع ابنه قال لي بس انت ما كنتش تقدر ترفع السكينة وتحطها على برنابس اذا كنت انت زعلان ان هو ربنا اللي خده كنت تقدر انت اللي اتموته بنفسك دي صعبة هنا عشان كده ابو ابراهيم بطل الايمان قدر يعمل كده انا ما ادارش اعمل كده ما ادارش اعمل كده ده العفوا انا قلت عبارة لما اقولي طب انت ريز علان بس يا ابونا قلت لهم كالنفسي ربنا يقول لي يعني بالتفكير البدائي تاعة الحزن الورف عشان تاخدوا خبرة فيه برضو قلت يعني صح ربنا يجي الشقة عندي وياخد ابني وميفوتش علي وانا الخادم بتاعه والكاهن بتاعه طب ليه ما قليش اولي انا كنت هتعمل ايه تعرفوا كان ردي ايه قلت لهم لو كان ربنا قال لي ما كنتش اخلي ياخده كنت هصليله وكان هيفتجيب وانا كنت عارف انه يفتجيب خبراتي مع ربنا لو قال لي هاخديني قلت له لا يا رب ما تاخدهش عشان انا بحبه اوي 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 وكان هيتجيب لكن طبعا ما كانش الصالح هو ده تهمت بعد تجربة ما عدت شوية تهمت ان ايه ترد بنا حمينا اوي 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 ان ربنا بيحبنا اوي اوي وعمل الخير وعمل الصالح واني مش ممكن يكون يجرحني هذا الجرف الا اللي شاف كتاب برنابة انا رسمت الصورة على الكتاب حد معاك كتاب رسمت الصورة على الغلاف من ورا فيه الكرة الارضية فيها جزء اخضر وجزء الاطفر يعني الكويس الوحش الزرع واليابس حلو الوحش وعلى الكرة الارضية دي فيه قلب وهو قلبي انا والقلب ده فيه جرح وفيه وردة نايمة الوردة دي هي برنابة اللي كانت وردة حلوة واقفة كده وبعدين نامة والوردة بتنام جرحت القلب ده فيه نقطة منازلة من الجرح ده ورسمت الصليب على الكرة الارضية دي صليب ابيض نور المسيح النور الحقيقي وهو بيدي الشاعة للنور وبيعمل عمل عجيب في الجرح بيحدد الجرح ده ببسطه في الكتابة تلاقوه الجرح فده بقى لني كده بالنور متحدد بالنور وصلوات الاباء وصلوات الرهبان ورهبات ناس كتير صلت لنا شعلا شعلا انا حتسد بيها صلوات الاخرين عننا هي اللي دتها تعزيها كبيرة ولولا كده كان ممكن نزيعه فالجرح بدأ يتحدد بنور المسيح بصلوات الاخرين عننا اللون بيض بدأ يغطي لون الدم الاحمر اللي الجرحة عن الجرحة في الان وصورت المنظر ده تحت وفوق منه في صورة المسيح وهو بيبتسم الصورة دي مش موجودة كتير واخد بالنبع على شماله وبالنبع ايضا بيتسم لما يقولي ايه التعبير ده قلت لهم شوف المسيح اهو بيضحك بيغذني وقول لي انا خدت بالنبع وبالنبع معي وبالنبع مبسوط اهو وبالنبع بيضحك ايضا ويغذني يقولي انا في حضن احلى من حضنة كبابة وموجود وموجود مع المسيح والمسيح باخده في حضنه طبعا حضني انا احلى بالنسبة لما هو لحضن المسيح اللي ده المسيح ما يبعش يفرح جدا جدا ويطمئن لذلك وفيما انا بقول لكم قلبي مجروح لكن جوه قلبي مستمن قوي على ايه انه في حضن المسيح بالحقيقة لانه انا اصخ في كلام المسيح واصخ في وصايا المسيح لما يقول لا يتخف تشدد تقوى تشجع اني معك احنا محفوظين في اليد الالهية والضابط الكل حافظ الكل في ايله انا وابني وبيتي واهلي وصحابي وكنستي وشعري كل اللي عرفهم موجودين في حضن الالهية مش بنتطرق لظروف الناس او حياتنا في ايدين الناس علشان نخاف في ايل امينا في محبة الهية عميقة جدا مهنة انا احب ابني اقدر عمله ايه عندي اقدر عمله ايه اعلمه كويس ااكله كويس اشرابه كويس لكن اقدر احفظه من خطيئة ممكن شاب ازاي دا يزيعه مدرش عمله حاجة لكن هو دولاتي في الحفظ الالهية نقول له يا بخته وعلى سيدنا البابا لما كتب في الكرازه قال دا شافية علينا في السماء وفعلا الناس كتير اوي اوي اللي فرحني اكتر بقى اني ناس كتير اوي بقى بالنبا دا موضوع الكرازه يافت الانبا موسى قطف الشباب قاعد يوعظ عنه يافت الانبا رفايل كل واحد جيل بيته ودخل قطه وقاعد مكانه وقال لي فين حاجاته وفين قطه وحسنا بفرح كده يعني ابقى ثقف كتير جدا ابقى كهنة كتير جدا بيتكلموا عنه وناس كتير بتتصل بتقول لي طبعا الثمانية اللي دخلوا معا السينما دول قالوا مش ممكن نخش السينما طول عمرنا تاني كام واحد جيت جنازة وقال لي انا بصرت السجاير من يوم برنابا متنيح كتير الحد من ابقى الثمان يتصل بيا قال لي كان عندي مشكلة عويصة واحد مع امراضه كان لقالهم ثلاث سنين متخنقين مش طيين بعض وعملين محاكم وصلقات مع بعض لما اتصبعهم برنابا المحرم بياه هو راح الجنازة وهي راح في الجنازة اتقابلوا السندوق طالع راح واخدها بالخدم قال لها سمحيني على انا عملته معاك وانت اللي تسمحني انا اللي كنت غلطانه قال لا لا انا اللي كنت غلطان واصطلحوا مع بعض وراحوا لابونا واتحلت المشكلة ناس كتير قوي قوي يعني شبه معبزات اللي بيحصل في الخدمة ده لم يفرحش قلبنا ان ينتقل واحد ويجذب ناس كتيرين لزي المسيح نقال ما ترتفع اجذب الي الكاثرين صلواتكم عشان ربنا يكمل التعبية بتاعتنا صلواتكم عشان انا مكثوف من نفسي وعمل اخبث على صدري ان ابني يوصل مرحلة دي وانا لسه موصلتش ولسه بادر علي خالص فصلولي ربنا يكمل ايامي على خير واوصل لني ونشوفه في السماء يديكم ربنا التلطل عمش نشكر محبتكم ونشكر تعذياتكم ناس كتير جات العزة وجات وعدات الاربين نشكركوا كلكم ولا احنا كل المجد دائما ابديا نشكر محبت ابونا رفاقين حبيجة يتقدس اسمه تقل ما شئت كما في السماء تزالك على الاربين هو زن الذي لقد اعطينا اليوم واخفلنا زن وبنى كما نخفلنا ولا تدخلنا في تجربة الله كالنجين من الشرير بالمسيح إصار ينالك الملك وقوة محبت الله الابنامت الابن الوحيب ربنا والله نخلصنا إصار المسيح شركة موهبة عطئة روحكم استقل معي معكم اندوا بسلام سلام ربكم معي